موسيقى راح ضحيتها أستاذ أشرف عمره 48 سنة بيشتغل فني إلكترونيات والمفاجأة أن القب اللي قدام حضراتكم اتقتل على إيد بنته بنته اتفقت مع خطبها أنهم يتخلصوا منه لأسباب هقولها لحضراتكم بس يعني وقع بشعة جدا أن البنت الوحيدة اللي عايشة مع ابوها بعد وفاة أمها هم اللي اتنين مقفول عليهم بيت واحد وقت ما كانوا قاعدين مع بعض وبيأكلوا مع بعض وبيعمل لها كل حاجة في حياتها في نفس الوقت هي كانت بتخطط مع خطبها إزاي تتخلص من أبوها بطريقة بشعة جدا بداية الواقعة كانت ببلاغ للأجهزة الأمنية بمحافظة إدأهلية بالعصور على جثمان أشرف السعيد عمره 48 سنة مقيم بقرية أبو تشيشة اتبع لمركز بالآس بمحافظة إدأهلية عثروا عليه ملفوف في ملاية ومقيد اليدين والقدمين وبيأربع تعنات متفرقة في الجثم وملقى في بحر القرية بالقرب من منزله انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتبين أن أو بسؤال أسرة المجن عليه قالوا أن كان متغيب من قبل الوقع بيوم من ظهر الأربعاء بعدما تلقى مكالمة هاتفية من خطيب بنته وتوجه للقاءه بعدها اختفى وتقفل تليفونه بنته جات لهم وقالت لهم بابا اتصل بي وقال لي باتي مع بنت عمك النهاردة وبعدها طبعا بالفحص والتحريات اللي أجرتها واحدة مباحث مركز شرطة بالآس برئاسة المقدم محمد البنة يعني توصلت في النهاية إلى أن وراء الوقع منه اللي عمرها 15 سنة بنت المجن عليه بالاتفاق مع محمد خطبها اللي عمره 19 سنة وبيشتغل سواء توك توك واحد وعشرين سنة شغال سواء توك توك اللي اتنين اتفقوا مع بعض على أنهم يتخلصوا من الأب بسبب رغبته أن البنت تتم زواجها بعد ما تكملت 18 سنة أو استن القانوني طبعا أي أب أنه يحافظ على حقوق بنته بنته كان عمرها 15 سنة قال لها تتجاوزي لما تكملي 18 سنة وبعدها بفترة قال لها أنه هو عايز يتجاوز البنت بدأت تخطط مع خطبها إزاي يتخلصوا منه استدرجوه بمكالمة تليفون وخلصوا عليه إحنا موجودين مع حضراتكم من داخل منزل أسرة الضحية سنتكلم معاهم إزاي الطفلة اللي عمرها 15 سنة خططت إنها تتخلص من أبوها هي بنت وحيدة والدتها متوفية عايشة معايا لوحدهم البيت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي مكتوب باسمها كان والدها أحن شخص عليها كان مأمن مستقبلها يعني الحاجة الوحيدة اللي رفضها إنه هو قال لها استني في جوازك شوية لحد ما تكملي 18 سنة وقع قليمة وتفاصيل بشعة جدا عايز أقول لحضراتكم من كلامنا مع الأسرة قبل اللايف قالولنا حاجة غريبة جدا إن البنت خلصت على أبوها ورجعت البيت تحط مكياج وقعدت تشغل أغاني وقعدت ترقص يعني الواقعة فعلا تفاصيلها قليمة جدا هنسمعها من أسرة الضحية يعني حاجة ليلة البقاء ودهم لله أقول لي اللي حصل لي وقعدوا موته في جراش بتاعه وموته جاي أخذنا وندور عليه مختفى أه ما بالجنيش كانت هنا هي اتبت مع رسي اه اتبوا علماته واللي يقول لها وفاة تقول لواحد خده وشوف الشاشة لواحد خده يصلح له شاشة اه وبعدين من ساعة ما راح يشوف الشاشة اختفى ما جاشي هي وعريسة موته موته يعني بنت ابنك وابنك علاقتهم في العام لإيه باع وكانوا كويسين بس كان ابني ما كانش بخالي يجد دار قال من كل جمعة يجي هنا يقعد معاه ونسبوعات معاه وقال لها ما تم السن أجوزك وقال لها ما تم السن وقال لها انت سافي لما قال لها يا ابنك لما تم السن وقال لها المطبخ وقال لها حاجته راح تتفقت معي عارسة علي وموته الموتى البشعة دي ابنك كنت بتقولي ابنك أحن واحد أحن من ولادي كلهم عليه تعمل معاه المعاملة الحلوة كلها والله والله أحلى معاملة والبيت مكتوب بإسمال بعد وفاته تعمل الأعمال دي تخاف علي ابوه يعني انت علاقت بي من عمل زي من تصرفاتها عمل زي اخلاق عمل زي يعني أنا في ضائر غاية ده هم هنا يعني ابوه عرفاه وبيتاج أخداني ستة ام ابوه اخمزها بالعشرين جنة ابتعلي الليلة هدى ما كنت عالي تاخد ابوه وطروح تصهر عندي خطبها وقريب خطبها بقتاني والعباء ازاي تبتعلي في انتك وامتابوك وتعلي بالجلدك تبقى لك كرامة وشخصية لما ينفع ها لما ينفع خايفين علي لأنه شرفنا وكرامتنا هو من حقه يتجوز ولم يتجوزش يو لما تم السلم مهام سلم يتجوز هي ما خلته طلق دك ودفع ستين الف خلته طلق مراته اه ودفع ستين الف بعد شهر عشان اتلاه بس ما تحطيش دك على التلق مطلع كبواه طلع مطلع كبواه اه اه اما سيكا ضرب ايه اما مطلقين اه ايوه اما طلق ودفع ستين الف بجالسة بجالسة ايه قاعدين في جادسة وجايب لها ادخلوك وبرلك حكت كانت كل حياته منه 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 دي كان طالع بقى السمى كان طالع بقى السمى السابع بمنه دي بعدين ابن اخويا كان حضرتك هو كان قاعدين انا ومنا برا وهم بيدوروا عليه منا جات قاعدة برا بابا يعني هي مختفي باباها مختفي باباها طبعا مختفي مش موجود تلفانه مقفول بعد ساعة طب انت عرفت ازاي ان التلفون تقفل بعد ساعة طبعا راحت بات عمامها وقعدت وكلت ونامت ومزاجها حلو وتاني يوم الظهر قعدة معنا برا بقول لها بقول لها هادرتك طب يا منا بابا ما قالكيش راح فين بابا ما قالكيش راح فين قلت لي ورحمة ماما ما عرف اكتر من كده طب اخر رقم ما قالكي ما شفتش الرقم قالت لي لا قلت لها طبعا العموم هم المباحس تقدر تجيب اخر رقم رنع علي قالت لي الرقم مش متسجل باسم بابايا اصلا ان يطلعوا الخط دي قلت لها ازاي يا منا قلت له ورحمة ام ولقيتها ارتبكت طيب ازاي ازاي تعمل في ابوها كده عشان خاطر خطبها ما فيش بعد الاب في الدنيا حضرتك انا عايزين القصاص عايزين القصاص كد اعادة معاو من فترة كبيرة بعد موت وفيت ما موت ما قلتش باسيبها وكدت باخدها معايا المحل بتاقي وباجيبها فيه دي على طول وبعده لانا له عروسة كويسة يعني بنت ناس ومحترمة بنته دي التعبانة بيقول له دمراتك بتزعق لي دمراتك بتزعق لي لو فتحت التلاجة دمراتك مش عارفة بتعمل ايه وباية تطلع على بنت الناس الغلبانة كده والله وامل مراته دي ما عملت اي حاج وطلعت متضار مظلومة بس ربنا خلاص لها حق امن منه وانا عارفة لها طلع مظلومة منهن ولما اخوي سمع كلام بنته انا زعلت منه ومقلت من سكته خاصمته وفقه مميت وانا بخاصمه ويجي بعده قامت مطلعة رواية تانية ده عارس بنتي عمتي بيكلمني ده مش عارفة ايه عشان اللي انا ابعدني لانا هو كن مرتبطن ببعض قوي وقالوا البيت طلعت عليها كلام برضو ما حصلش وحلفت لاخواتي واخواتي صدقوني وجاءت عشان اكلم اخوي ابو عارسها دي خدو وعارسها والتلمو عليه اخوي سمع كلام ومقلت له قدمه ومشي ورحمة ده بولان اللي هو حمى البيت وورا عارسه عارسه انا معدلش جعب اخوي معدلش جعب اخوي يوم الاختفاء دي انا شايفه الصبح كان بيرمز بالهن بس انا ما كنتش بتكلمه بس شفته جاي انا بعد العصر بالزبط اخوي اللي هو الزغير كان بيرايح يشتري حاجة يشتري ارضية يعني وكان عايز اخوي يكتبه عقد يجي معاه عشان يشهد معاه ويران على اخولها تلفونه مقفول امرأي حكاته بالعقد وقيراني تاني مقفول واخواته كلهم يفونه مقفول امراني على بنته قال يا منا ابوكي تلفونه مقفول في ايه قالت له معراف شوى بابايا قال لي انا رايح هشوف شاشة عند جماعة وهطلع من هناك اراح هفتح محلي ما قالكيش هلا كده يا منا قالت له ايه قالت ابا بوكي كان لابس ايه منه قالت له لابس منطلون جنس واتشرته كحليه هو عنده التقم ده برضه اه ما انا هقولك اهو بقى ده اللي خلاني شكات فيه قالت كده في التليفون واحنا عادي نسمع للمكالمة عادينا لغاية عند قريب لغاية ساعة تسعة بالليل والرنة برضه مقفول قلت لهم يا ولاد اتقى دوروا عليه رح الخلالة في واحد اسمه الشيربينة هناك بيبقى يصهر هناك رح بعتوا واحد جاره رح خبط عليهم قالوا لك ده نايميل بمشوا يلفوا ولي رح نحط المية بس ما حدش رح نحط الفخورة ده خالص قعدني اللي بيرح يعني اخواتي قعدوا يدوروا اه ما حدش بقى حطي بدماغه اللي هو يطرم عند الفخور اخواتي كلهم تقول اللي اليوم لاربع ده اخواتي بيدوروا وعرس بنته كان معاه وعرس بنته كان معاهم وبيترعش اه ما هم رانوا عليه لاتوا عليه هو معاته كتب تعالى ندور عليه بقى قعد يترعش قالوا له طيب روح يا محمد انت بترتعش احنا هندور على اخوي محمد روح وصبح الساعة خمسة اخواتي طوله عجري كل واحد يدور من جيه وانا طلعت عادت برا عشان لو خي عدي اشوار لو قالوا تعالى بنتك هنا مفيش لغاية الساعة 11 الضهر كلنا بقى كنا عند قريبه ومحمد دعت هناك اما ابن عمي اما اخدني في جنب اللي ان احنا كنا شاكين في الواد من ثلاث شهور اللي هو او منها يعمله في حاجة لانها هي كانت بتحول تباية انا اخوي بقى اي طريقة وبقى اتأوضح بين اولاد دعمامها لما بقى قعدوا معها بقى تعمل مناظر وحشة على التليفون اه بس متافئين بقى هي وحرس يوم الخامس ده بقى لغاية الساعة 11 لما قعد يدوروا مفيش خطة اخوية لو هزو غير عني واخوات الكبار كانوا بيدور قلت له قلت له تعالى يا سيدنا رح نبلغ على اختفاء اخوك ونقول لهم يتصل على شركة فودفون يجبوا التسجيلات بتاعت اخويا يوم الاربع نشوف من اللي يكلموا وقال له تعالى اعمل شاشة اه مجاش في بني برضو اللي بنته عامل حاجة قبل ما روح ابن عم قال لي امل الولى انا شايف نقطتين دم في التوكتوك روح يصوره بسرعة بالتليفون انا التليفون ما معهاش كامرة على ما طلعت جارية صورها من الوقت طلع الجارة وام قالك ده انا جالي شغل لما لقى ابن عم عم يبصه في التوكتوك الولى خايف ام ماشي قلت له خلاص انا رح ابلغ والحكومة هتعرف اخويا فين ان كان مقتول ولا عايش ولا مرمى في مي انا كنت متخيلة التلاتة دول لا هيجي عايش لا مقتول لمرمى في مي رحنا اخويا السيد نبلغ طب هو لو اعداء لو قلت له ما لهوش اعداء ولا لو اي حد ومعاملته مع الناس كويسة طب عايش مع مين قلت له مع بنته مالوش يا لابنت واحدة قاعد معه امين الشرطة قال له تبرن على بنت اخوك يا سيد وافتح الاسبكر امران اي امين باباك مالوش اعداء ورحمة امي والله واعدت تحلف سعمل قاعدت تحلف وامتالى الامين الشرطة هي بتحلف وبتأكد له واحنا تهمنا بحاجة ادامة بتحلف يا لها هيدي في اختفاء اخوي ام قال له تب اتصل عليها تيك اتصلنا ام ابن عمي جايبها وجاي وهو جاي في السكة ام خطبها رنن عليها ام انطلعت مخة من الازازة العربية ام انطلعت له عمي عم حمد ابو سيد واخدني وراحين للمركز ام ام اعرفش قال لها اي بقى وابن عم قال لي وطت صوتها بعدان ماسمعتش لكن ما تندوه وبعد كده ام انطلعت مخة ومسحة المكالمة اللي في التليفون وبعد كده هي جت فدخلت يستدعوه عند رئيس في المركز رئيس المباحث دي دخلت رئيس المباحث ما طلبناه قال لك بنتو تخش دخلت ام ابن عم واخدني بايد قال لي حصل كذا كذا وحريصة اتصل عليها واني شاكك في البيت واني قلتلك صوري الدم وقلت له اصبر وانحنا هنعرف الوقتي قلت له اصبر وهو مجرد ما يحقق معها هيعرف من ارتكابها لو لقى مرتبكة هيعرف قال لي طيب ما كاملش دقايق وانا لسا بتكلم رئيس المباحث دي طلع وبيقول له يطلعوا يلا وانا هبعت معكم ناس هيفرغوا الكمارات اللي في الشوارع اللي كان اخوك بمشي فيها وانعرف هو راح فيها ام المكالمة جاي في دقيقة ورئيس المباحث دي واقف ام قيل له انت ضعلكوا واحد امبرح قال له اي قال له روح عند الفخورة بتاعت الشوامي هتلاقيه وصد منها في البحر ايش ورن على عم حميد ده بالذات معين اخواته كلهم منازلين رقم تليفونه مع النات لأ واخويا عمل برضو كده كان ممكن نرن على اخويا بس عشان هيكلمت عريس وقالت له لفولان بالذات واخدنا ساعة من المكالمة دي جات قلت له يعني اخويا مت يا عم حميد قال لي نعم قلت من ده الايمان الشرطة قلت له يا امين اشمعني لما هي جات جهة المكالمة دي اللي موت اخويا من وسطنا ومن قلب البلد وبنت اخويا لهي اتضيف كده لان لما هي جات هو ران عشان هي تطلع ونتلبخ ونتطلع على الجس رانت على اخواته يروح تشوف ده اخويا ولا لا قبل المباحث كمان ما تيجي محط الشرطة ينزل قال لك المباحث تيجي عشان يطلعوه عشان البصمات جي بعدها قالولك يلا تروحوا الشوامي عشان اخد اكوالك وروحنا خدوا البيت ورجعونا احنا في المحكمة قالولك كان ملفوف في ملايات قلت له الملايات دي موجودة قالولك ورتلهم ورن الملايات دخلت شوفتها ورتلهم دي ملايات اخويا بتاعة مراته اللي توفت دي ملايات فرح وانا اللي مطبقها بايده حطها في دلابه الملايات دي طلع من قلبه ضار وادما طلع من قلبه ضار وبنته عارس بنته الموتينه رانه يعني انا بقى تكلم ورأيس ان يابا بقى يرن عليهم العيال اعترفت بقى يقوله ساعات اي وساعات لا يطلعني ويدخلني تاني حكات له على حاجات تانية كان بتحصل ما بينهم بين عارسها بالتليفون وصورات مزخرة وحاجات من دي في جوز ملايات وانبقاء عن بالدام اه الجوز الملايات من هنا لا من بيته الملايات من هنا لا لا الجوز الملايات بتوع شيرين مراته الجوز الملايات بتوع شيرين مراته من هنا من قلبه ضار اللي حبل دي مش من هنا ورهالي قلتولم اللي حبل دي مش من ضار اخويا ولا القمشة دي بتاعت منه ولا من بتاعة مراته الل الحبال دي اكيد لقاته هو اللي جايبهم لكن الملايات بتاعته بتاعت مراته وان اللي مطبقه وهو بتجوز الجواز التانية قال ألي لأ لالهدوم دي كلها بإيدي وحطاه دي ساعة مراني وشفت الرسما القنار اللي تعليgen خلالت لهم دي ملايات مراته المتوفية دي ملايات فرحه ملايات فرحه مع امراته الأولانية قال لي دي برضه اللي بحقق معاه قال لي ده برضو دليل مش كافي اللي بنته وعرسي برضو احكي لي قلت له عرسي بيكره أشرف أخويا وبنته نفسها وهو اتجوزه والبيت دي البيت الكبير دي أخويا كاتبه لها لبعد وفاته مسجلولها في المحكمة محدش له مصلحة الموتو قال له هي أخويا كان جاي فلوس من بنكي مديهم لها قال له خد يا منا فلوسك دي فلوسك يا منا تسرق الفلوس وتدهاله وتقتله تقتله هي وهو ويكاتفه كمان ورمو في البحر في شرع مين في دين مين أخويا دي موته دي موته مش ميجوزك أخويا ما كانش موافلها تتخطب قال اللي قال اللي قلت له هتقطبها البيت قلت لي أنا بحبه وبيمشي ورايه وانا راح الدرس بالتكتك يا عم فخفت اللي بقى هيقول لأ وانا مشى على قرار أخوي تقابله ويعمل فحك تقول له يا أشرف خطبها ولما تتم السنة يا سيدة جوزها بس خطبها لما يقوله أشرف تخطبت مدان ما يقوله ممسوكة مع فلان قام قايل يبالاش الناس دي الوات دا أنا مش مرتاح لقلت له كويس ومؤدام ما كانش موافق ما كانش موافق على الناس دي واني اللي قلت له لا موافق مش موافق إحنا هنخطبه أنا كنت عايزة خطبها لأنه ملهاش قوم هترفيقة وهترفي برضو هي بتمشي إزاي خطبه ولما رايب عرسها وضبه شايته شايته مش شطبه يوافع لللون الأخراني وابوه جايب الخشب قريب واخوية رايح جايب خشب ما تبخن عاية لأسبوع اللي فات جايب جهازها آش جايب بتغازجو كل حاجة موجودة جوه آش كل حاجة موجودة جوه آش نهاري التلات وهو اتلوه لأربع كل دي كل دي حتى قريب عرسه يقولولك آه كلموه قولوله يقوم الفرح هي منها مصغر ايه خمساشر سنة ايه خمساشر سنة ايه فاير تشوفيها تديلي خمساشرين او عشرين سنة قالك قل لي ما نش متجوزها لما تتم السن قانوني عشان ما يبقاش حرام عليها وعشان لو حصل حاجة وعشان لو حصل حاجة يبقى مكتوب كتابها قانوني يعني بنت عمها كانت اخر واحدة شايفاها وانت قلتلي فيه تصرفات غريبة اوه هي عملتها عايزيك تقوليلي بقى هي عملت ايه بالزبط انا كنت في الدرس الساعة نية الموضوع ده قبل ما يحصل بساعة واحد جبت بعضي وجيت من الدرس وانا معديه هو كان واقف ازاك يا عمو امال لله يسلم ازاك يا حنان قطل الله يسلم راح فين قطلو راح الدرس قال لي طيب خلصي وروحي عندي مين قطلو ماشي جبت بعض وجيت على بات نحن ايه مامتها مامت ايه مامت بنت عمي قالتلي ده هي عندنا احنا بباتنا قطلو طب هتي بعضك وتعلي يا منا عودي معاي قامتلي لا ما تيجي يا امل قامتلي ما تيجي يا امل عمي عريس يحالف علي عريس يحالف علي وما بطلعش بر فبعد كده عريس يحالف علي طب بيتيجي معي يا حنى كنت لسه متغدتش وجاي من الدرس يتقابلنا وبعد كده جينا هنا احنا بقى فضلت قاعدة من بعد المغرب للساعة 12 وانا قاعدة معاه في البيت انا قاعدة على الكنبة وهي قاعدة جنبي مني والموضوع عادي والبت مش بان على اي حاجة وقاعدة بتضحك وبتهزر وما فيش اي حاجة وبتتكلم وبعد كده قاعدت اما ترحى متقلق انا فرحانة اوه انا مش عارفة انا فرحانة ليه وهي بتعمل لا اي قابلها وهي قاعدة هنا قاعدة لانا فرحانة انا مش عارفة انو فرحانة ليه كده وعايزة حط مكياش فخضت بعضها ودخلت القاضة قاعدت تحط مكياش وهي قاعدة فتحت الاغاني وقاعدة بترقص ومزبطها نفسها بعد ما قاعدت بتعمل الشكل ده وبعد كده جبت بعضها بقى وفضلنا قاعدين هنا وعارسة هرن عليها في التوقيت ده وانا قاعدة قالت له انت فان ومعليها لازبكر وانا قاعدة جمي منها قال لها هنبحلق قامت قاعدة له طي رجع قفل التقلية من اللي قاعد معاكي قالت له حنايا قال لها خليها متخلاش تطلع من معاك وانا قاعدة فضلنا قاعدين شوية اكتر مع بعض وبعد ما قاعدت شوية اما ترحى متقاعدة لقاته بيرن عليها رحت واخدت التليفون ودخل القوضة بتاعت ابوها قاعدت تكلمه يجي نوص ساعة والموضوع طول رحت بعد كده اخضت بعضها وطلعب بره قاعدت هنا والقاعدة بتتكلم ومرتبك بتقول لها انا خايفة قاعدت لي مش عارفة انا حاسة كده لانا خايفة قلت له لا ما تخفيش انا قاعدة معاك يهو بعد كده لما قلت له اي رن على بوكي قلت له اي رن على بوكي قاعدوا يلفوا عليها ويدوروا عليها ويدوروا عليها ويدوروا عليها ويدوروا عليها في المستشفات والاماكن ومعرفلوش مكان قاعدة بتتحط خالص وفتح الاغاني وفتح النت بالضبط وانا كنت بسجلها في التوئدة بس بسجل عادة فتحالها تليفوني وبسجلها وبتتكلم تقول له اي رايك يا حنان اما موت ابوية طب احط له سم وانا باخده الموضوع بضحكة عادي اللي هو يعني عادي بتكلم مش في بالي بالضبط بعد كده لقيتها بقى ايه قاعدت في جنبي ومسكت التليفون ولقيت قاعدة بتلعب بالتليفون وما فيش اي حاجة بقى على وشة في السبات وفي يدوق خالص وما فيش اي حاجة وبعد كده ابن عمي جي خدنا انا وهي قلت لها تجي يا منا ان روح نقعد عندنا في باتنا قامت اي لي لي ايه لا انا مش عايزة ماشي احنا نروح لي طب بس خليك معايا فشمت راحة مش تمام في الباتنا قلت لها ان شم راحة مش حلوة قامت اي لي لي عادي ما تاخدش في بالك اي دخلت المطبخ لقيت الروخامة بتاعته باستكاكين ولحاجات مبضورة كده على الارض وملايات السرير بتاعت الاطفال بتاعت قدت الاطفال مرمية على الارض فانا بقول لها بيتك مي كركل كده قلت لها عادي عادي فكك لهم dzpsy انا كنت ابكت بكلم منت عمي وي تتكلم على الموضوع اللوها 的 bili و المشو اخداد بالجد كنتبة لييا بالظبط بعد المنا Balance اقعدت president باي tới مقارنه اي denn хотите اقعدت وطلعت بلاه اللا عرفنا م خطف لي لماذا اقعدم لا عرف هىم الدخين قادينوا بقول لي انا اقي craigt ل petition اتبك واشه ييكي لقيتها مسحة تسجيل مسحة التسجيل من التليفون بتاعي أدور عليه ما نشلقي له أي أثر تاني يوم حامتها كانت قاعدة معنا في الشارع ليه أم اللي خطبها قاعدة معنا في الشارع وإحنا جايين هنا التليفون بتاعها كان عندنا بيشحن التليفون محطوط على الشحن ولقيت عريسها لنا مرتين فأنا ما رضيتش تانت مرة قمت لنا رضى بس ما كلمت السكيت بصوت عالي بقى قالوا قالوا وبيزعق قلت له يا محمد أما قل لي فين مني فين مني وبيعل صوته قلت له ما فيش هي فين هي سيبة تليفونها ليه قلت له داية في البتعة عندبوها وراح تلبس وجاية تاني قالوا دي وقتها تسيب التليفون وقمز عقلي دي وقت انها تسيب التليفون طيب أما تيجي خلاك كلمة ضرر ان عايزة في حاجة مهم قلت له طي أول ما جات قلت لها دا محمد رن قال كذا كذا خلت التليفون ودخلت القاضي قعدت أكتر من ساعة تكلمه بصوت واطي جيت دخل علاقة لما عايزة حانديقة وبعدين بقيت عالتان طلعت قلت لي مش مشكلة بتكلم عارسة قعدت شوية قطر في القضاء وطلعت فعمي عمي كبير عم عب حميد رن وقام آي لقاء خلي منها تيجي وجيب الشهادة بتاعت الميلاد لأن هي طل لسا ما طلعتش الطاقة يا سن نار 14 سن لسا ما طلعتش أي الطاقة بعد كده خدت بقى بعد كده خدت بقى البتاع الشهادة الميلاد ومشت اه كان بتقول لأ أنا حسن لأبويا مات اه أنا مش عارف اه أنا حسن لأبويا مات أنا خايفة قوي وبتت معانا في نفس الليلة باللال على السرير بتاعنا وتنامت نمت 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 وتسحى تقول اه أبويا يا جيح أبويا أنا عايز أبويا أنا مليش دعوة أنا عايز أبويا أنا حسن لأبويا مات وطعايت ومش بانى عليها أي حاجة لقيت لتابوها وفي منتها لبرد خالص ومفيش أي شكل ما كانش هنا بقى هي كانت هناك في المركز كانت منهوفة بقى هي كانت هناك في المركز بالضبط كده وبعد كده أم أم خاطبها رنت عليه وانا قعدة بقى في قلبي الشرع مع أمه وفتحة اللي صغير وبتكلمه بتقوله انت فين يا محمد قال لهاني مع عمامي اللي هو أبويا وعمي بندور على عمي أشرف قامت رحمت قايلة لو طيب منه واخدنها واخدن شهادة الميلاد ورايحين في النقطة مش عارفة عايزين ياخد شوية أقول منها يستفسر في شوية حاجات بسيطة وهي خايفة انت اللي بتصبرها خب بعدك وروح معي قال لاني قالت له انت كلت قال لاني ما كلتش وماعدت ما قاله من مبارح وبرجع من مبارح ومنش ليا نفس من الاكل قامت قايل له طيب كلك لؤمة اختك هبعتها لك كلك لؤمة وخب بعدك وروح مع منها لانك انت اللي هتصبر لانها هي خايفة قال لانا من الشرح طب اما واخدام منها لا طب في اي طب مش عارفة قاتلو بس روح معاه بس سيب التوك توك بتاعك عشان مش مترخص ما تروحش هناك عشان التوك توك مش مترخص قال لها طيب ان خايف ياما قاتلو طب بس روح انت خايف من اي روح معاه ومو ما يستفسروا في شوية حاجات سبي التليفون وراح بللو أبويا داخل علانة أبويا كان قاعد معاهم في التوك توك جي جاي العباية بتاعت أبويا كلها دام فها دام قلت له ايه الدم دي قال لي مش دم دا زاد قلت له لا دا دام قال لانا كنت قاعد في التوك توك بتاع محمد وعم عب حمد برضو جيب الله لقى البنطلون بتاعه عليه دام فقال بتوك توك بتاعه بالزبط كده يعني زي ما بنسمع مع حضراتكم مشاهدينا تفاصيل مرعبة في وقعة مقتل أب على إيد بنته وخطبها يعني شوفوا زي ما شايفين مع حضراتكم دا الجهاز بتاع البنت أبوها جايب لها كل حاجة زي ما شايفين مع حضراتكم كان بيجهزها علشان يجوزها هو كل اللي اعترض عليه ان هو قال لها تتجوزي لما تكملي 18 سنة عشان هي لسة عندها 15 سنة يعني زي ما سمعنا من أسرته ان قبل الوفاة بيوم او قبل اختفاءه بيوم يوم التلات كان جايب لها البتجاز وكان جايب لها حاجتها البتجاز اللي قدامنا دا كان هو لسة جايبه لها قبل ما تخلص عليه بيوم واحد يعني فعلا تفاصيل مرعبة جدا في وقعت مقتل فني إصلاح إلكترونيات على يد بنته بقرية أبو تشيشة اتبع لمركز بالقاز بمحافظة إد أهلية الأستاذ أشرف عمره 48 سنة عثروا عليه داخل ترعة قرية أبو تشيشة كان ملفوف بملاية سرير ومطعون أربع تعنات ومقيد من اليدين والقدمين وبعدها تبين أن بنته منا اللي عمرها 15 سنة اتفقت مع خاطبها اللي عمره 21 سنة سواء التوك توك أنهم يخلصوا على الأب بسبب أنه معترض على جوازهم قبل ما البنت تكمل السن القانوني وكمان كان هو عايز يتجوز لكن البنت رفضت يعني فيه وقعة غريبة كمان يعني هنا بنت عماها كانت قاعدة معاها بعد ما والدها اختفى لقيتها بتحط ميكياج ومشغلة أغاني وبتصور نفسها وهي قتل أبوها يعني دي كانت التفاصيل الخاصة بواقعة مقتل فني إلكترونيات بمحافظة الدأهلية على إيد بنته وخاطبها طبعا المتهمين اعترفوا في أمام جهات التحقيق أن هم اللي ارتكبوا الواقعة وأن البنت هي اللي ددت له الملاية وددت له السكينة علشان يخلص على والدها بسبب أنها معترضة أنه هو عايز يتجوز قبلها وأنه هو مأخر جوازتها كمان قالت أنه هو كان بيعملها وحش لكن زي ما سمعنا من أسرته أنه هو كان كاتب لها البيت اللي احنا موجودين فيه كان جايب لها الجهاز اللي قدام حضراتكم قبل ما يختفي بيوم كان شارلها كمان البتجاز يعني كان بيستعد أنه هو يجوز بنته لكن لما تم 18 سنة علشان زي أي أب عايز يحافظ على بنته وعايز بمضنها حقوقها دي كانت التفاصيل الخاصة بالواقعة الأليمة رصدناها ليكم مشاهدين كنت معاكم ميل كناني بشكركم جدا على المتابعة شكرا على المتابعة شكرا على المتابعة